السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحصة الأولى لبرنامج السكراتش المخصصة للمستوى السادس ابتدائي سوف نتعرف الأول على واجهة البرنامج فالبرنامج بعد تحميله نجد في واجهته الرئيسية هذه الصورة فهذا المكان يسمى بلسين وهو المكان المخصص للعمل أو المنتوج الذي قمنا بإنجازه هنا نرى نهاية المنتوج الذي قمنا بإنجازه سواء كان لعبة أو حوارا أو غير ذلك ثم هنا عندنا لبلوك باغ دوتيل هنا لبلوك دوبرنامج هنا الأوامر التي نتحكم بها في هذا القاتل أو الكائنات الأخرى بواسطة هذه الأوامر لبلوك دوبرنامج ثم هنا عندنا للمين زون دوبرنامج أحيانا نجدوها في اليمين أحيانا نجدوها هنا في الوسط هذه المكان فهو المكان الخاص بالبرمجة يعني هنا نقوم بجر هذه الأوامر هذه البلوك نقوم بسحبها بضغطتين عليها ثم نسحبها إلى هنا في زون دوبرنامج ثم نضغط على العلامة الخضراء التي هنا فتبدأ البرنامجة ويظهر لنا هنا العمل الذي قمنا به هنا عندنا لغير بلون أو الخلفية هنا يمكن أن نختار الخلفية التي نريد العمل عليها هنا كما قلنا البلوك دوبرنامج الأوامر التي نأمر بهذه الكائنات وهنا زون دوبرنامج هنا نسحب هذه الأوامر إلى هنا لكي نقوم بإعداد برنامجة لعبة أو قصة أو رسوم متحركة لكي أقوم برسم مربع فالعملية فهي سهلة جدا أقوم أولا بالضغط على إفنمان ثم نختار العلامة الخضراء ثم الضغط على هذا القلم هذا إذا كان موجود هنا عليها صار جيد إذا لم يكن موجود نختاره من هنا هذه العلامة الزائد ثم نختار إفا سيتو نختار إفا سيتو ثم نختار إفا سيتو أفنسي 100 خطوة ثم تغني يستدير 90 درجة لأن المربع كما نعرف فإنه يتوفر أو يتكون من أربع زوايا كل زوايا قياسها 90 درجة ثم نضع نختار من هذا الأمر وهو يتوفر قياسها 4 خطوة يعني يرسم لنا 4 أضلع بنفس الطريقة بالنسبة للمضلع الخماسي أيضا نختار إفا سيتو إفا سيتو سيتو ثم نختار إفا سيتو ثم نضع 100 خطوة ثم يستدير لنا 71 درجة نختار 72 درجة ثم ينتظر الثانية ويعيد هذه الكرة هذه خمسة مرات لأن هذا مضلع خماسي نفس الطريقة للمضلع السوداسي لكن نختاره أن يكرر هذه العملية ستة مرات ونختاره أيضا الزاوية تقريبا 60 درجة كما تلاحظون الأوامر هنا سوف نقوم بالضغط على الرأي الخضراء للبد ثم تشاهدون كما يرسم المربع نفس الطريقة نختار الخماسي خمسة مرات هنا أو السوداسي ستة مرات ثم نقوم بتغيير الزاوية كما رأينا سابقا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله نظر 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 اشتركوا في القناة